جدل في البرلمان الموليتاني واختلاف في الأراح ولمشروع قانوني جديد لمدونة الصفقات العمومية قانون الصفقات محل النقاش اعتبره مؤيدوه أنه يحدد الجهة المسؤولة ويساوي الفرصة في الولوج للصفقات قانون جه يحدد المسؤولية بصيفة واضحة لكن كلها يعود مسؤول هو فعلا في مبدأ عام يقول أن كانت في مبدأ ما هي واضحة حتى بين المسؤولين وركعت كلها معروفة عن المرحلة اللي هو مسؤول عنها كل حال قانون جاب أمور مهمة خاصة السماح لهذه المؤسسات الصغيرة بالولوج للصفقات العمومية بهذا المؤسسات الصغيرة مهم مهمة في الاقتصاد بهذه طبقة متوسطة لراكيزة مهمة ودائما مشجعة في جميع الدول بينما يرى معارض مشروع القانون أنه يعاني من اختلالات جوهرية عدة أبرزها إلغاء الرقابة القبلية أنا متأسف جداً أن الحكومة أنها مراجعة عنها هذا القانون إياك تقلع منه همشي فيه اللي هو الرقابة القبلية خلطة هي مدى مضات عشر سنوات يمطبق على القانون القانون يطبق عشر سنوات من ألفين وعسرة إلين ضرب وأنتو مراكم شفتوا حجم الفسال خلال العشرية الماضية اللي موجود فيها رقاب قبل على الصبقات وشفتوا حجم النهب الثروات الشعب الموريتاني إيا مدى ما كردتها الرقابة القبلية إيا لا يكردها شنو؟ سؤال المطروح اليوم كم هو عدد الصفقات العمومية المنفذة حالياً في الدولة هذه الصفقات عند من مجموعات اقتصادية عدة لرسل أصبع يا الله القانون يجيب نسبة من الإنفاق العام ما يتخطاها مجموعة اقتصادية في ذلك السنة لياك يعود ذلك عادة ويشمل مشروع القانون الحالي الذي تمت المصادقة عليه من طرف الجمعية الوطنية محاور عدة من بينها تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات وانسجام الإصلاح الجديد في شقه المتعلق بالتظلمات إضافة إلى توضيح الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي ويستثن القانون الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالة طوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون